اكدت معالي السيدة فوزيا بنت عبدالله زيلن رئيسة مجلس النواب عمق العلاقات الوطيدة والتعاون المشترك في كافة المجالات التنموية بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية نعم وذلك بقيادة جلالة الملك المفدى وفخامة رئيس جمهورية باكستان الإسلامية وفي ظل التعاون الفاعل بين حكومة مملكة البحرين برئاسة سمول العهد رئيس مجلس الوزراء وفخامة رئيس وزراء باكستان مشهدة معاليها بالعلاقات البحرينية الباكستانية التي تستند إلى أسس راسخة من العمل المشترك والسعي لتعزيزها نحو أفاق أرحب بما ينعكس على مسار العلاقات الثنائية ويحقق تطلعات البلدين والشعبين وموصلة التعاون المثمر في القطاعات الاقتصادية والتجارية في إطار الاتفاقيات المشتركة وتفعيلها جاء ذلك خلال الاجتماع البرلماني الرسمي الذي عقد اليوم في العاصمة إسلام أباد بمناسبة زيارة معالي رئيسة مجلس النواب لجمهورية باكستان الإسلامية مع الوفد النيابي حيث تم التأكيد على تعزيز التعاون البرلماني في المحافل الإقليمية والدولية من جانبه أعرب معالي السيد أسد قيصر رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية بعمق العلاقات الوثيقة والتعاون المتميز مؤكدا معاليان مملكة البحرين بلد استراتيجي الاستثمار الاقتصادي لجمهورية باكستان الإسلامية ودول المنطقة وأن الأهداف المشتركة والجهود الحثيثة التي تجمع بينهما تعد أنموذجا في العلاقات الثنائية مشيدا بما حققته مملكة البحرين من مسيرة تنموية شاملة في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدة وفي إطار الزيارة البرلمانية الرسمية لمجلس النواب إلى جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة تم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية باكستان الإسلامية في مقر البرلمان الباكستاني حيث تأتي مذكرة التفاهم والتعاون البرلماني طلاقا من علاقات الصداقة العريقة المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين ورقبة من مجلس النواب في البحرين والجمعية الوطنية في باكستان من الإسهام بتعزيز هذه العلاقات الراسخة وتطويرها في مختلف المجالات